أولاً طبعاً كل سنوح لكم طيبين وبوجه التهنئة لفخامة الرئيس والشعب المصري طبعاً بحلول ذكرى صورة 23 يوليو والنهار ده يمكن المؤتمر من بنعمله في أول انعقاد للمجلس بتشكيله جديد في مدينة العالمين الحقيقة يمكن يعني في إطار إن إحنا حريصين إن يبقى دايماً هناك مؤتمر أسبوع علشان نرد على كل شواغل الرأي العام اللي موجودة يعني إحنا يمكن الإسبوع ده طبعاً يوم الخميس الماضي شهد يعني إن الحكومة حازت على ثقة مجلس النواب بعد جلسة يمكن استغرقت أقدر من خمس ساعات حصل فيها يعني منأشة يعني باستفادة كبيرة من أعضاء المجلس واللجنة اللي كانت مشكلة في هذا الأمر وانتهى الأمر الحمد لله بحصول الحكومة على ثقة البرلمان بالأغلبية وهنا يمكن الحقيقة أنا أحابب إن أنا وأكد يعني وأوجه الشكر لي السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على يعني الحقيقة وكل أعضاء مجلس النواب على إعطاءهم الثقة للحكومة وأيضاً ويمكن زي ما أنا قلت في البيان أو التعقيب بتاعي إحنا بنشكر كل من أيد وأيضاً بحترم رأي كل من عارض وتحفز على البرنامج